ازاي يحزف حسابي على البيبال في التيك توك ازاي احزف الطريقة الدفع على التيك توك فده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معي الفيديو ده للنهاية السلام عليكم الهن بكم في قناتي قناتي ياسنين عشر نهاردة كده هقولك ازاي نحزف حساب البيبال من تيك توك بس ياريت قبل ما ابدأ شرح نهاردة تعمل لايك للفيديو داي وليقول ما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ولو عندك اي السؤال اقوستف صار اكتبلي في التعليقات. النهاردة هنحزف البيبال من حسابي في التيك توك. فيلا بينا نروح كده مع بعض على التيك توك. وبعدين ببدأ نضغط على الملف الشخصي بختارها. من هنا بضغط على الثلاث شورات الاعلى وبعدين بختار حاجة اسمها رصيد. هتظهر لك كده كلمة رصيد بضغط علي. هتظهر لنا الرصيد زي ما انتم شايفين كده بطلع انا فوق وبضغط على مكافآت المحتوى وبختارها. من هنا طبعا هيبدأ ان هو يجيب لك الصفحة دي كده. وعندك كيف ارفع حد السحب. طبعا الناس اللي عندها مشكلة في التسحب بتضغط على كيف ارفع حد السحب. ممكن يكون عندك خمسين دولار او تلاتين دولار بضغط عليها. بابعت لهم رسالة وبيرفعوا لي حد السحب. طبعا كل اللي عليك بضغط على كلمة سحب. وعندك هنا طريق الدفع. هنا الطريقة الدفع اللي انا ضيفها هي حساب البيبال. طيب. باختار كده كلمة ادارة بضغط عليها. بضغط على الجيميل كده بالشكل ده. ومن هنا لو نزلنا هيقول لي حسف ببدأ اضغط على كلمة حسف. هل تريد حسف حسف هذه الطريقة? طبعا تأكد من رغبتك في حسف طريقة الدفع هذه. بضغط على حسف. انا بأكد الحسف تم حسف هذه الطريقة. لو رجعنا كده وجينا نحدس هنلاقي ان ما فيش طريق الدفع موجودة عندي في الحساب الراحت خلاص. انا بقولك اضغط الطريق الدفع يعني هتبدأ ان انت تضيف طريق الدفع من اول وجديد. بس كده عندك اي سؤال اقصد فصور اكتب لي في التعليقات. انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.